أهلاً وسهلاً ومرحباً بحل قد تكون في ذيك الفيديو السابق تكون القجاع عضو بارض في البنية السغيرة هو الذي يشد لهم الكيس وهو مرحباً أخصومي أعطيها أخصومي يقدمو له أخصومي يتبرعو عليه حتى ما بشي مقابل أخصومي أعطيها شي فاموراته وعلى الشي اللي فوزي القجاع أرسمياً شنو كان من içinم الذي بالجلة الميزاني اخرى ليه كنتم فالجلة الجامع الملائكية المغيرية هي في كرة القادر الذي كانtor الميزانية في أحد الوزارة غير�a منнь مزاني وerntون ان sounding Liberty من الوزارة يعني الذي كان فيه الجنرال تب Resource رئاسة الجامعة المغربية لكورية القادم أعطوها المدير في الوزارة الأهمية والقوة التي كانت لديها كمدير الميزانية يبقى مدير في الوزارة لم يكن مزير في ذلك الوقت وفي 2014 جاءت المخابرات المغربية بمباركة من رئيس البنية السرية وعطى القجاء رئاسة الجامعة الوطنية لكورية القادم في 2014 لماذا؟ لماذا القجاء يقدم خدمات مهمة وفخمة المخابرات؟ ولماذا القجاء؟ سيصلح لهم كرئيس جامعة الكورية القادم لكي يلحيو غايل عام عن القضايا الحقيقية عن المشاكل الحقيقية للمغربة لديهم غايلة وعندما تقول لهم أن مخابرات المغربة الهدف الأخر بأن المخابرات المخابرات مهمة لديك بلعب بلعب جامعة وعندما أستطيع أن تكون ملاعب في جامعة الكورية القادم لم يكن أعرف أنه وزير الداخلية يجب أن يمشي الملاعب مغرى مغرى وإذا كان الملاعب مغرى 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 وإذا كان الملاعب مهم صيبان عبداللاطف الحموش يمشي عبداللاطف الحموش ملاعب دي الكرة القادم ولكن يوجد لابريزة يوجد هذا هذا هو سبيسيلي دي الأفلام كيف يرغبوا كيف يرغبوا في الممحب في الأطلالات وهو مهم كيف يرغبوا في الناس في الزناقي في ذاك الملاعب دي الكرة القادم هذه وأحد أسبوع والذي وأحد عشر أيام يجب أن نرى عبداللاطف الحموش خارج ملاعب القادم وهناك مناسب وقفين أحد تليفون لهم نفسه وهم سيطENTS معنى من أجل الناس وهم يتحركوا وعلى عبد الرطيف الحموشي وهم يصبحوا ونأخذوا ويقلوا عبد الرطيف الحموشي وأحد أخبروا ان تقولوا أنا انا أحبك نحبك نفسه لهم يتطابلون على عبد الرطيف الحموشي ويبقوا أن يرى مناسب لهم ويسيطة تكون لدينا ولكن نفسه إياه وشاء حتى السيد وشاب قفلت لهم عنده قامس زرق وداز ومن ثم نرى عبداللطيف الحموشي وقال له حيضا 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 هذا ماذا يندينا هذا هذا جي منها الأمريكان وهي خصورة مع سيادة الحموشي سوفوا معي بكل حب جان عنده هل تصورا لا تصورا لا تصورا وليس لهم لا تصورا لا تصورا لا تصورا انتظروا عبداللطيف الحموشي الساوداء ما في اوضعنا تليس حزنان سوف نرى عبداللطيف الحموشي في ملاعي فيمكنه آخر ديكتاتو الإسباني فارانكو في الخمسينات في الخمسينات فارانكو كانت يعاون الغياء على مدريد كان يقول لهم خسنا نعمروا ملايب كورات القدام وكان فارانكو يقول الناس دياله كان في كتوب، كان في الزخشي، كان في مقالات تاريخية ولا في مقالات دياله جرائد كان يقول لهم الوزراء دياله خسنا نعمروا الملايب بقى يشوفوا الكورة وينسا والمشاكيل دياله مشاكيل اسبانيا في اواخر الاربعينات والخمسينات كان جرائد لس ما عنده مش باش يأكلوه أعطوهم الكورة نجز عغي المدريد أحسن ايكيب جالي كان ديال الكورة في العالم هذا الشي اللي يقع لك هاد الناس ديال النزابة في المغرب باقين يعودوا ديك اللايبة ديال فارانكو لقد تمكن قاب ديك عبر كورة القدام من شراء ولأ الصحافة اللي كيمش دولو كيمش دولو اسباح رسية بحال شي صانم هو والحموشي ثم كتشوفوا في ديك كيبشي للحموشي نشي ملعب كورة كيزو كيصوره ديك الصحافين كاملين وكينشي صحافين بزاف كيزو كيبغو يتصوره معه يقولوا هذا هو البطل ديانه هالشي باش كيله هو عباد الله وباش الحموشي كيفين رسوله هو زعماء وإلى المغربة كتعجبون القرى وبالزفن المغربة كتعجبون القرى وغادي بغروني حتى هنا هاتشي واحد الفكرة بينه وبالقزع وكيبغو بهذا الحصانة بهذا الملعب بهذا القرى هاتشي will hear إنس систем المغربة بالكذاب بأنهم هو القجاع ولحموشي لديهم حسر العيوب حسر العيوب ما بغيش هم يبانوا دونك الفين عباطاش البنية السيرية مغادة على القجاع اعطته لك رئاسة الجامعة المغربية لكورية القادم وعطته عودشي حوجات وخير وقصد تهله فيهم هو كيتهله فيهم والناس دي الأعضاء دي البنية السيرية يخصهم يتهلوا فيه وهنا في إنجال القجاع واحد أفراد للعائلة دياله وأصدقاء دياله في المناصب العلية تحالف القجاع وخنوج خدم للتباق على وزارة الفلاحة وخوصصتها لفائدتهما وجود بهم وحصر واشنوك تقول ما تتوهم الباطلة هذه تتوهم باطلة اسمها اسمها القجاع هو مهندس فلاحي تخرج من لك معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطار اياك متافقين تخرج من اللي كان زوج عمته وستدفيها وستدفي في ديك معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطار السيتيو أغرونوميك وشكني عمته هي صارة لهبيل صارة لهبيل هي من عائلات اللي كان الوازي الأول هو في ديك الوقت كانوا كعيدوا لبرزيدن دي كونسي في مراء استقلال المغرب هو مبارك البكي لللهبيل وديك الزوج هو محمد صديقي محمد صديقي يكون هو هو وزير الفلاحة الحالي دي المغرب ستتحلوا بين القجاع الأخ النوش الفلاحة اشتغل وكين المحروقات ولكن كين حتى الفلاحة حتى هي القجاع هو اللي حط محمد صديقي اللي قد كوندبه هو وزير الفلاحة الدباء على رأس معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطار اللي كان هو فيه محمد صديقي كان أستاذ صديقي تعين مدير دي المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطار ما كوندبه عينه عزيزة خنوش وفاتوح شويض الوقت وجاء عزيزة خنوش مغرة الأخرى وعطال محمد صديقي وليك مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطار أعطو تقية شنو هي تقية حطو كاتب العام فين في وزارة الفلاحة من لي كان عزيزة خنوش وزير وزير شنو وزير الفلاحة ومن لي عزيزة خنوش ولا رئيس الحكومة في 2021 عين محمد صديقي وزير الفلاحة وعين الصديق والزميل في البنية السرية فوزي القزاع وزير الميزانية فوزي القزاع يقول واحد الإكسبريسيون ما هو القزاع مدير الميزانية في وزارة المالية من 2000 إلى 2010 وفي 2016 خاطب للهبيل وعين يقول يقول أنه يمكن أن يكون عزيزة الفلاحة وزير وزير الداخلية فوزي القزاع أعوان خالي عام من النواصر في 2010 وفي 2016 خالي خالي خاطب للهبيل أو عامل للهبيل السطاد في 2016 وفات واحد ثلاث سنين وغير ثلاث سنين عامل السطاد خالي الفوزي القزاع أو والي للجهة بني ملال والخنفة في 2019 ماذا هذا الصعار ومع يكون مقد الخاطب مقد وغير مقد وغير نواصر سطاد وولاة دير جهة بني ملال خنفة وما كينش غيء خالو لقجاع فؤاد القجاع كمدير مركب أقادير ديال من؟ ديال معهد الحسن الثاني للزارعة والبيطارة وغير 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 ونبي ديال يقدر يكون فؤاد القزاع ويقدر يكون مقد مدير المركبة ومعهد الحسن الثاني في أقادير ديبلوم في لغويات وغير وغير لغويات وغير ويكون مدير لا في أقادير أو بلسة أخرى ويجب وزارة الفلاحة والأهمية وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بالنسبة للتحالف بين القزاع وخنوص تأتي في المرتبة الثانية بعد المحروقات ناظرا للملايق ديال الدراهم ديال الدعم اللي كتصرف سنويا على هذا الوزارة بدون حاسيب ولا رقيب وهتشيب لا با كانت تكلموا على ديك ترخيص مجالات استغلال الفلاحي والصيد البحري ودك تدبير الملكة الغابهوي اللي قجاع واخنوص صرفوا ملايق من الدرهم من الملعب من ديك إمباراتور بوزنيقة محمد كاريمين اللي كان باقي وش باقي كي ترقص ديك جمعيات اللحوم الحمراء واللي قاع انتهت السياسة ديالا بدك استيراد ديك العجول البرازيلية وذيك وذيك الخرفان الإسبانية وذيك نعجل باشي وحيد باشي جوج البرازيدي اللي كانوا كي تسارعوا هنا في الشوارع العائب هدوح الفاشل ديك ديك الجمعية ديك الجمعية اللي كان كي تعطف معها فوزيق جاب كاريمين محمد كاريمين الملفة دياله في القضاء تتجاوز في خطورتها ملفة محمد مبديع ديك البرلماني اللي دخلوها الحبس بمئات المرات هدك هدك محمد كاريمين وكان واحد الوقت كان غد يغرق واحد الحلفاء دياله في العاصمة فاربط ما حكموا عليه باربع سنين للحبس بلا ما يمشي للحبس اما اعطوها له شي فابور اشكلي ساوب القضية لمحمد كاريمين باش ما يدخل في الحبس هو واحد العضو بارز في البنية السرية اتقولوا لي شو من العلاقة بين كاريمين والقزاء عزيز البدروي هو حليف كاريمين في ديك صفقات النظافة الفاسدة الموقعة لفائدة بلدية مصدقة اللي كان العمدة دياله هو محمد كاريمين البدروي عزيز البدروي اللي كان هو غائس ديال الغجاء البيداوي كاريمين اللي تحول في دارة 25 سنة من لايب كان كي لايب الكارتة على ديك طاولة ديال القهوة ديال بوزنيقة الى رئيس بلدية بوزنيقة هاد السيد هاد السيد كان كي لايب الكارتة ورجع الرئيس ديال بلدية بوزنيقة وباشيغي بلدية بوزنيقة هاد السيد ولا رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين وكان في ديك الوقت كان كي تبادل التمريرات مع القجاع في قوانين المالية احتفتوا حشوية ديال الوقت وفي قد ديك المقعد دياله البغلماني وزات الوزارة الداخلية وعزلاته من رئاسة بلدية بوزنيقة علاش الفسد ديال محمد كاريمين ولا معيق وكان واحد الوقت كان غادي يغرق واحد الحلفاء دياله في العظيمة علاش هما حكموا عليها بربع سنين الحبس بنام يمشي للحبس هات السيدة دا عنده فغوات مئات دياله خويل اللي كانت جاي في ديك حلابات القمار في المغرب وفي الخارج هات السيدة دا عنده فلوس ماشي شيء مسؤولين موظفين سياسيين وكيفش هو وصل للمجلس المستشاري هات السيدة دا كان حليف فوزي القنعة هو ماشي في البنية السرية بحقي كان حليف فوزي القنعة والحقيقة أنا من اللي سمعت إلياس العماري يقول لك فوزي القزع هو اللي هو اللي عونوه هو اللي فلتوه أنا حقيقة أنا ما كتخسني نكون صاحبه ديال حمد سنوسي بزير وأبو باك الجامعي والمحوم فاضي العراقي أنا كتخسني نكون صاحبه ديال فوزي القجع مول المخزن المالي والاقتصادي وهو هذا إلى اللقاء مع السلامة لطيث لطيث الرجال الرجال صحيح بوضل هؤلاء مطموع رجال 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 مطموع